بسم الله الرحمن الرحيم. رقم حزاشر. الف بي جيم مسلس فيها. الف بي بتسوي الف جيم بتسوي عشر سنتين. وبي جيم بتسوي اتناشر سنتين. رسم الف دال شعاع عمودي على بي جيم قطعة مستقيمة. والف دال شعاع تقاطع بي جيم قطعة مستقيمة بتسوي المجموعة دال. اولا اوجد قيمة. جا زاو جيم الف دال. جا زاو جيم الف دال. زا زاو جيم الف دال. ثانيا. اثبت ان جا تربع جيم زي جا تربع جيم بتسوي واحد. بي جا بي زي جا تجيم اكبر من واحد. اول حالة نرسمه مسلس من صوت الساقين فيها البي بتسوي الف جيم ونكتبها على عشر سنتين. والقاعدة بي جيم نكتبها على اتناشر سنتين. ونعمل عمودي من راس الف على القاعدة بي جيم يبتحها في النقطة دال. زي الرسمة دي. طبعا خدنا في سنة تاني عداد العمودي من راس المسلس من صوت الساقين ينصف القاعدة. يبقى الاول حاجة بما انه. الف دال شعاء عمودي عالي بيه جيم قطعة مستقيمة. ازا بنصف القاعدة يعني به دال بتسوي جيم دال كل واحدة منها ستة سنتين. نصف الاثناشر ستة. يبقى به دال. بتسوي جيم دال. بتسوي اتناشر على اتنين. نصف الاثناشر فهل ستة سنتين. نكتبه عليه هنا ستة سنتين. وهنا ستة سنتين. عندنا المسلسة البيج دال. قاعدة الزاوية. يبقى نعرفه نجيبه طول الضلع القايم الف دال من نظرات في صورة. بما ان المسلس. الف به دال. قايم الزاوية في دال. ازا. الف دال اللي هو ضلع القايم نجيبه من نظرات في صورة. سنعمله جاز. مربع الوطر. الوطر عشرة يبقى مربع عشرة تربية. ناقص. مربع دل القايم الثاني. دل القايم الثاني ستة يبقى ستة تربية. بتسوي. جاز. مربع العشرة مية. ناقص مربع ستة فهل ستة وثلاثين. بتسوي جاز. مية ناقص ستة وثلاثين فهل الاربعة وستين. جازر الاربعة وستين فيها الثمانية يبقى الف دال طولها تمانية سانطر. نكتبه عليه هنا تمانية سانطر. عايز اول حاجة جازو جيم الف دال. جيم الف دال اللي هي الزاوية اللي فوق ديت. وبرضه عايز جازو جيم الف دال نفس الزاوية. وزا زاوية جيم الف دال نفس الزاوية. اولا جازو جيم الف دال بتساوي قانون جا المقابل على الوطر. المقابل ستة والوطر عشرة يبقى الجاز زاوية جيم الف دال فالستة على عشرة بتساوي. نختصر على الاتنين فالتلاتة على الاتنين فالخمسة. فصلة. تاني حاجة عايز جاتا زاوية جيم الف دال بتساوي تمانية على عشرة. نختصر على الاتنين فالالاربعة الاتنين فالخمسة. فصلة. اخر حاجة عايز زاوية جيم الف دال. قانون الزاوية المقابل على المجاول. المقابل ستة والمجاول تمانية. يبقى زاوية جيم الف دال ستة على تمانية. نختصر على الاتنين فالتلاتة على الاتنين فالاربعة. ثانيا. عايز جيز بتاني. جاتا تربع جيم زاوية جاتا تربع جيم بتسوا. جاتا تربع جيم زاوية جاتا تربع جيم. بتساوي. هنجيبها جاي جيم ربعوه. جاي جيم اللي هو المقابل على الوطر يبقى ثمانية على عشرة لكل تربية. زاين. جاتا تربع جيم هنجيبها جاتا جيم ربعوه. جاتا جيم المجاول على الوطر يبقى ثيتة على عشرة. ستة على عشرة لكل تربية بتساوي نفق الأقواس تمانية في تمانية باربعة وستين عشرة في عشرة بمية زي ستة في ستة بستة وتلاتين على عشرة في عشرة بمية بتساوي المقام متواحد نكتبه زي ما هو مية في المقام نجمع البسط اربعة وستين زي ستة وتلاتين بتساوي المقام مية زي ما هي اربعة وستين زي ستة وتلاتين في المية مية على المية في الواحد يبقى هو ده المطلوب الزبات رقم به عايز يثبت النجاة بإزاي الجاتة جيم أكبر من واحد إمتى يكون الكسر أكبر من واحد لو البسط أكبر من مقام يبقى جابي زي جاتة جيم بتساوي جابي القانون المقابل على الوطر يبقى ثمانية على عشرة زي جاتة جيم القانون المجاور على الوطر يبقى ستة على عشرة بتساوي المقام متواحد نكتبوه زي ما هو عشرة نجمع البسط تمانية زي ستة بتساوي تمانية زي ستة فالاربحتاشر على المقام عشرة نختصره على الاتنين في السبعة على الاتنين في الخمسة هنلاقوا البسط سبعة والمقام خمسة يعني البسط أكبر من مقام يبقى الكسر كله أكبر من واحد وده المطلوب الزبات ترجمة نانسي قنقر